اشتركوا في القناة ايه رايك في المداخلات معنا النهاردة هتوفر لسه اكلمك عليها الراجل ده جامد او برا جامد جدا الاول هيسيبك تورايك بس لازم اشكر حد مهم احمد عبدالعيل ده هو اللي جاب المداخل فاحمد عبدالعيل ياخد حقه احمد عبدالعيل صديقنا في البرنامج جينا في الاعداد عمل المداخل دي وعاش تكونوا حضراتكم عارفين المداخل دي مهمة جدا والراجل اللي داخل النهاردة اندريا باتي ده ما بيخشش في اي مكان في العالم بسهولة فالمداخلة امش بقول مهمة عشان هي طالع معنا في البرنامج عشان احنا جبناها عشان نشوف بره بيعمله شوف في ايطاليا بيعمله ايه تعبنا واكتهدنا فيها احمد عبدالعيل تحديدا اكتهد جدا في هذه المداخل عشان نجيب لحضراتكم رأي موجود في ايطاليا شخصية مهمة زي اندريا باتي رئيس لجنة المسابعات في الدوري انا شفتها وبعدين الراجل انت كل ما تسأل تقول له حاجة يعني الراجل مش مستوعب ان ده بيحصل لمصر يعني مصر اللي كذبتهم في كاس الكارات مصر اللي عندها محمد صلاح مصر اللي كانت معها زي ما هو قال كوبر اللي هو ما كانش عجبنا الظهر احنا انا بقولك وانا بسأله انا مددهي انه يعني مددهي انه يحس انه الراجل اللي بيتكلم معاه اه اه انت بتقول اي يا عم اقولك انت يعني انا مش فاهم بس انا كان لازم اسأله عشان اواجه نفسينا بالحقيقة وبعدين الكلمة اللي قالها هو الناس دي ما تقولش الكلام كده انه هو انا مستعد ان يبقى فيه تعاون الراجل ده بيقولش حاجة كده اه ان نبعت له نقول له تعال خوش مرة فيديو كومفرنس كده اه انتوا بتعملوا ايه يا سيدي حد السفريات اللي بيطلعوها رحلات دي ما يطلعوا ايطاليا بقى يطلعوا شغل يطلعوا يعودوا مع الناس دي لا مش عايزين نكلف نجيب هنا مش عايزين نجيب هنا فيديو كومفرنس اللي هات نفتحنا الاتنين زي مقلمة فيديو كده زي النهاردة اه هلك بتعمل ايه في الدول الايطالي بزيب بتشتغلوا ازاي حقوق البس بتحصل ازاي الموضوع بتاع المسابقة بتحصل ازاي لو اندية جات قاعدت لكم عايزة نأجل بتعملوا فيها ايه هل في اصلا اندية ما شوفت انا بقوله في اندية قال لي يعني يعني همش يعني اصلا تطلب تأجيل في جدول مخطوط وبتقول اندية بتلعب فيه طب ضغط المباريات ولا حاجة طب نادي بيمثل ايطاليا في الدولة هبطال اوروبا انا متأجلوش ازاي اه لا لا انا بتجنيني الجملة دي ديقول لك استحنا بنمثل يا سيدي حلو مثل مصر ولعب حسب الجدول وهنفتخر بيك وفرحلين بيك وفخونين بيك وبرضو الاهل او زمالك هاخدوا الدوري يعني مهما تلعب بتلعبش هتاخد الدوري فيعني مش يعني عادي فما تأجلش صح اه طيب انا سمعتك كمان بتقول ان فيه رئيس لجنة حكامها هيجي ممكن من بره يجيبوا حد اجنبي ام ايه رأيك طبعا تحفى ام طبعا تحفى وكفاية بقى على صام وعلى غندور وعلى سيد وعلى علي كفاية يعودوا يشتروا فينا وبعد دي اللي هيجي من بره ده اللي عارف ابيض والاحمر بس اولح لك حاجة يا كابتن عبدالجيد بصراحة يعني كل اسمها اللي حاجة قلتها دي هي اسمها محترمة ولها كل اللي احترمتك يا سيدي انا ما بتكلمش على الاحترم والله يا كرومة هي دي ات محترم وانا محترم اه شغلك فين اه شغلك فين اه مش كل شوية هالديده انا هستقيب شغلك فين ينفعش تسيبي اتحاد الكرة وتطلع تحلل بره عشان ما انت بتاع هتاخد قبض يعني انا ما شايف ان اللي جان دي بتقبض من هنا مفيش حاجة اسمها تطوع في اللي جان والكلام ده اه فانت بتقبض من هنا تطلع بره وتطلع ومش فرقة معاك الفرق وبعدين لو انا على خلاف مع كريم مش هخليك تحكم يا كريم مفيش الكلام ده مفيش انا ممكن محباكش كريم بس بتحكم كويس فهديك اشتغل لا هو في نقطة حب وكره دي عندنا اه في نقطة كابتن محمد ومش عرف حلقة تتفي معايا فيها ايه ولا لأ انه الاسماء اللي حالك قلتها دي وغيرها هم كانوا نجوم في شغلالتهم في التحكم مفيش خلاف يعني اسماء كبيرة وحكم في جهاز العالم تمام بس شطرتك في شغلالتك انت ممكن تبقى لعيب كرة شاطر جدا ومش كويس في التدريب مسلا ومش كويس في التحليل فانت مش شغلالتك وحشة ولاجنة الحكام دي اقدارة دلوقتي انت مش نازل التحكم بنفسك فانت ممكن ما تكونش عارف تدير لاجنة الحكام ده مش عيب طول ما بتخش حاجات شخصية في شغلك اعرف ان انت مش هتبقى لقائز في الشغل ابعد الحاجات الشخصية عن شغلك انا زي ما بفهمك في حكام كتير هتقزت من لجان التحكم عشان ده متقيل عشان ما بيجيبش هدايا عشان وفي حكام بتغلط وعلى قلبها زي العسل عشان بيقعد يفتح باب العربية ويلبس البدلة انا بكلمك على حقائك كل الناس محترم بس انا بكلمك كشغل كاحتراف لا ادي كل واحد حقه اقول لك حاجة خليك فاكرها احنا نتابق دايما ونفتكر مع بعض لما هيبقى في رئيس لجنة حكام الاجنبي او خبير تحكين مش هنفتح بققنا احنا مش هنفتح بققنا اه دي هنتناقش فيها برضو بس هقولك اللي جاية دي انا هيدلو حجة من تحت لتحت كده زي بعض انه هيجي حكام هتليهم ترقيم في البرامج بيعترضوا جدا على رئيس لجنة حكام الاجنبي مزقوين مش بس مزقوين انه هما التسهيلات اللي كانوا بياخدوها في الحياة هو ايه بقى يحاسب بشكل واضح كل واحد بشغله كل واحد بشغله وعتيجي تدي له هداية يقولك لا ما باخدش هداية يعني بغض النازل لما نخش في الحتة دي الله اعلم بيها بس هنقصد انه احنا بعادتنا نفوت لبعض يعني اللي هو ايه حد غلط طبعا عشان خطري بقى سميح نسامح لو الهراجة ده مش هيبعارف لأ طيب ولو جيبنا حد اجنابي برضو يعمل لجنة المسابقات مع الاحترام لعمر حسين بس كفايا على تعب تعب وهو مش عارف عمال يفصل من هنا هادي بقى ايه دي مش تنفع ليه احنا مسابقاتنا صعبة يا سيدي ما نشوف بقى احنا مش عارفين نعملها احنا لو جيبنا راجب بتاع ايطاليا ده اه اندريا باتي اه وانه تعالى دي المسابقة بتاعتنا خايفهم احنا عايزين اعتبرك ان كمان نجيب رئيس الاتحاد يبقى اجنابي برضو ينفع بص يعني انا معنديش منع لأي حاجة من دي لو احنا معندناش قدرات بس برضو لا معندناش قدرات ليه اللي ليه لا انا اقولك عندنا قدرات طب حيلو مخفية وكل واحد محترم ونضيف خايف يخش ليه عشان اي حد هيطلع يديله كلمتين ومحدش هيسمع كلامه وهيبوز الدنيا فيقولك انا اقلب نفسي فيه ناس محترم اكتب واقولك اسامي بس انا عندي اقتراح لزيز او يا كريم يعني انا كنت بتنخش مع ناس صحابي دلوقتي اي بقى ادارة التحاد تقوم موجودة بس عشان تختار مدير فني وناس تدير لك اتحاد الكورة ككورة وانتوا قاعدين عالكراسي برنسات وسافروا زي ما انتوا عايزين بس هات الناس دي هات طلعت يوسف هات حلمي طولان هات أنوار سلامة هات طه اسماعيل هات من تاني هات محمود سعد لا حلمي طولان طالب في حاجة ولا طلعت يوسف انا بكلمك على ناس فهمك وانوار سلامة حسن شحاتة يديروا اتحادك ويسمعوا لهم يختاروا في السي في مع حازم وبركات السي فيهات المتقدمة يوروها للارب خمس انا فجر اسمان حالك وتعدي كلها اسماء عظيمة اه وادارة هتنجي ان شاء الله بس محتاجين برضو فيه شباب موهوبة فيه اسماء موهوبة مش لازم تبقى اسماء وخبرات كبيرة وخلق يعني فيه اسماء برضو مطلع اكثر على اللي بيحصل بره بص كابتن الفترة اللي فات ما فيش مشكلة نحصل كل الشباب بص كل الشباب اللي دخلوا عايزين يعدوا بسرعة لازم تتعلم ما ينفعش تخش بسدرك كده وانت ما عندكش خبرات كل الشباب اللي دخلوا بدوني استثناء والخبرات القديمة خلاص اتعلم عليها بقالنا 30 سنة فاحنا نجيب وجوه جديدة ما دخلتش اتحاد الكرة خالص وتجوجه تكون فاهمة في الكرة مش عيب ما نجرب احنا ما احنا جربنا كل حاجة من احمد مجاهد لعمر الجنيني لجمال علام مع الاحترام للألقاب وناس محترمة وما بقى شي بص وعملوا اللي عليهم وبيحاولوا يعملوا اللي عليهم بس هي امكانيات عمر الجنيني استاذ في البنوك والبورص استاذ جمال علام في الصعيد وراجل طيب وكل حاجة بس بعيد عن مجال الكرة هنا خالص طيب مين بكرة يبقى مدرب بعد الكابتن اعاب جلال هو كابتن اعاب جلال عشان مرضن يبقى بشكل رسمي حتى هذه اللحظة لم يعلن اقلته او استقلته يا كريم ده ماشي هو في الطيارة كريم انا بس محب اتكلم بالشكل رسمي ده الواحد زعلان برح زكي عفتاح كنت في احدى القناة ودخل مداخلات قال الكلمة فعلا ان اهانوا حسام البدري واهانوا اهاب جلال يعني بيهنوني انا بيهنوني كل المدربين مصريين دي اهانة لهم قالي الناس دي كانت لازم تروح اتحاده اللي بتعملوه في المدرب المصري حسام البدري تشال بلا سبب اهاب جلال مسك امتى وهيمشي امتى انا مش دعوة بقى هو غلط في المتشاط ما غلطش في المتشاط يا كريم لما تقف على الخط وانت عارف ان انت ماشي وانت عارف ان عليك ضغوط جامدة اهاب تصريحاته انا عارف اهاب كويس وانا كنت مدعمين انا وانت ليه قوي جدا اهاب تهيه في الكلام لانه يعني الضغوط اللي عليه من الناس تخيل انت قبل ما تمسك و70-80% مش عايزينك دي مش سهلة بس هو احاول للأسف ما لقاش الظهر وراه كل اللي كانوا جايبينه مع اول قلم سابوه قالوا لأ ما عندناش الدولارات ظهرت هتظهر بكرا ان شاء الله هو يعني ايه اصلا اتحاد كورا مفروش فلوس اه بالضبط اتحاد كورا مين مصر مش لا انا اصد ليه انا ليه بقول كده لما يبقى الدوري كله وكورا مصرية فيها فلوس وملايين رايحة جاية اه وده 100 مليونه وده 50 مليونه وده 60 مليونه اه ازاي ما فيش ما هو بياخد نسبة من كل لعب بياخد ازاي ما فيش اه الفلوس دي بتروح فين طيب مدر منتخب مصر ينفع يبقى وطني لا لازم اجنبي لا 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 في الفترة دي بالذات لمدة حين وحيك ربنا لمدة عشر سنين لا 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 عايزين واحد اجنبي وانا شفت باتريس بوبل ده الفرنسي رائع لا 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 وعنده فكر ويريت يريت ييجي يريت انا كان نفسي في ريني بتاع رينار رينار ده بتاع السعودية طبعا حاجة كان في المغرب ايه في النار طبعا انا ده من زمان وانا كان نفسي فيه وكان واحد توفى كان بشعر كده كان اسمه ميتسو ميتسو انا كان نفسي برضه في الراجل ده في كده ناس بتطلع انا بعمل ده شبههم انا بحبه جدا وهادي وستايل وانا محتاج الاستايل ده انما مدرب بغطني تاني وانهينه تاني ويتعادل ماتشو لا 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 احنا دايما عندنا عقدة الاجنبي او يعني مهما يعمل دايما لا بس اولك حاجة انت تقولي يعني على نفذ اهانة انه اهانت المدرب مصير بس هو حتى قاله سكره كان نفس الهجوم ونفس الانتقادة بس هقولك بس هالفكرة بين المدرب الاجنبي والمصري انه المدرب الاجنبي بينافض شايل ودانه لا بس هقولك كيروش كان في ظهره ناس يا ولدال غلبان اهاب ده ما فيش ظهره حد كيروش كان في ظهره ناس اتحاد الكرة كان بسنده اه ممكن انا ما كنت الساعد باعة من اللي كان بسنده اتحاد الكرة دا امتى لا كيروش كان بيطلب لبن العصفور بيجابه دا كانوا هيمشوه في كاس الهومة الافريقية بعد مطش نجالي لا 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 يا كريم لا 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 دا كانوا بيتحايلوا عليه بعد ما رجع عشان يكمل وكده هو الراجل والنهارده بتقول انت الشروط اللي بعمل لا دا بيعجزهم انا ارجع لكو تاني بعد ما شفت بعين من مين من الادارة ايوة ايوة بس مقدرواش كانوا يمشوه لا وكانوا عايز كذا حاضر عايز كذا حاضر لا مش لعب المطش ده انهم هم اللي مشهوه وهم اللي مشهوه هم اللي عزين رجعوا تاني كان عنا من كتش في دولارات اه بالزبط كده لا اهو بص احنا لسه بندحك على الشعب المصري وانا فجئت في اول المطش كان في مراسل كانش المطش متزايع لسه اول عشر دقايق والله يا كريم انا عارف ان لا روحنا عالجون ولا روحنا ضيعنا واول ما تنقل روح لقيت الجون فينا لا لا احمد المسيلي زمين العزيز مميز جدا انا معرفش مين لا لا وصادق هو احنا كنا مسكين كورة يعني مش ما يعني ما كنش من روحنا ضيعنا يعني على خفيفة الله يعني اصلا هو في النهاية هو الراجب بين السورة والسورة دي شايفها ناس مصيرين كمان معا كتير فهو عمره ما يكون خادع يعني والله يا كتن انا بقى ماشي ماشي يا عم احمد بس انا اقول لك على حاجة انا بامانة المنظومة القروية انا بصدقش من الحد والله يا كريم لو قالوا لي الحاجة دي حمرة لا دي بيضة ماد ما هنقومش برضه لا فيه كتب كتير ممكن تبقى قليل فنيا ممكن تبقى قليل إداريا بس مش كذب مش مهم مش عايز حد يكذب علينا تاني نفس المدرب اللي يجي يجي كده العقد بتاعه يوروه للشعب المصري كله وشروطه وجزاقاته وشرط الجزائي مش مرة يقولك شهر مرة يقولك شهر مرة يقولك سنة ونص تصدق مين إذا كان منظومة لمسكة بتكذب عليك أنا محدش يزعل مني وبعدين شايف إنه هما مسكين في الكورسي قوي ليه عايزين تمشوا إيهاب جلال لا امشوا معاه امشوا معاه إنما عايزين تعودوا لا اتمسكوا بإيهاب جلال بقى يعني حتى من باب يعني حفظ ما الوجه للراجل إيهاب البهدل ولو إنا أنا شايف إن الشعب المصري دلوقتي بس إحنا عاطفين جدا اللي كان ناس القلب عليه بقيت دلوقتي تقول لا واتظلم وجمعة ليه أنا مقتنع جدا أنا فرحم بكده إنه هو يعني أنا مقتنع جدا الكابتن إهاب جلال في اللي بيحصل ده كله مظلوم هو مظلوم؟ بس إنا بارده مقتنع جدا إن اختيار الكابتن إهاب جلال أصلا كان اختيار خاطر مش عشان الكابتن إهاب جلال قليل عشان إحنا لا يصلح دلوقتي غير مدرب لكن هو مدرب كبير ومحترم مفيش اتنين يختلف على الكابتن إهاب جلال ما ينفعش يعني ما فعش اللقتي بعد كل السنين اللي بفادت داية نيجي نقول اصلا هو مدرب مش جاي كابس الانتحاد الجورة او اي نادي لما يدور الليلة بالسوشيال ميديا ويسمع كلام السوشيال ميديا ما السوشيال ميديا دي مش حاجة وحشة حاجة صحية لما يسمعوا كلام السوشيال ميديا واستقيلوا ما هو بيسمعوش لا 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 هيستقيلوا مش بمزاجهم هيستقيلوا يعني السوشيال ميديا هتوزي لا لا مس السوشيال ميديا طيب عايز أخدك للأهلي وبيتسو موسيماني رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي رأيك في إيه؟ هو يشكر ولكن مساوقه يعني زي إيجابياته بصراحة إيجابيات خد بطولات كتير ولكن يا كابتن مساوقه كانت النساب فرقة محطة ما سيما أكمل مطش النهاردة ولعبه لا 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 الناس اللي بتلعب دي يعني أنا حسيت إن إيه شاموا نفسهم لأن الدول ما كانوش بيلعبه مع موسيماني معظمهم يعني وما عندهمش أمل إن هم يلعبه لأنه كان مصامر مع الناس معينة وفكري معينة هو سيب لك فرقة هيكل عظمي فرقة يا كابتن سيب لك حطام فرقة أنا بقول ودايما كنت أقول معاك إن نادل قالي محتاج لعيبة كتير آه لعيبة النهاردة كويسة لعيبة ممتازة بس أنا عايزك تشوف المنافس اللي قدامك إحنا ما مشكلتنا إن إحنا بنتشطر على الشريدة ونتشطر على المقصة ونتشطر على سيراميكا بكلمك بجد ونروح نلاعب فرقة من أفريقيا ناخد على دماغنا مش 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 الأهلي يعني عمتا يعني اللعب المصر عمتا وكده دي مشكلة عندنا إن إحنا هنا لا كويسين أنا ما عجبمش طاهر بعد ما جاب الجون وقعد يرقص ما عجبش ما عجبنيش إحنا طالعين يا طاهر من مطش الوداد خسرانين طالعانين من مطشط أفريقيا وكسعال أو أيوي إيه دا إنت فرحان أنت جايب الجون في الشريرة الدخانة طاهر لا أنا عايزك تفرح قوي وترقص لما تجيب جون في الوداد لما تجيب جون في السنغال يا عم أطلع تشقلب يا باتا هاردة يا سيدي على عيني وراسي على عيني وراسي وفي فرحة الحياة بتستمر بس فيه أنا بشوف محمد صلاح فيه أوقات لما بيجيب جون وبيكون زعلان أو الشعب زعلان ما بيفرحش قوي بحس أنه هو يعني لا عامل حساب الناس اللي متضايقة أنت هتقول لي فرقته ويحافظ عليها على الزكر بقى فضل عشان فرصة يعني أنا عايز أقول كلمتين في حق قول بعض الناس النهاردة انتقدت واجمت محمد صلاح كان منازل سورة هو على البحر لا يا راجل وكأنه أنه يعني يا جماعة أنا آسف أنا بس عايز أوضح يعني إيه قاله إيه يعني قاله أنه إزاي بقى منتخب بيحصل له كده ومحمد صلاح على البحر لا محمد صلاح بريء من اللي بيحصل منهم ده لا وهو مش عايب على فاكرة يبقى على البحر ومش عايب أنه يتصور أنا يعني إحنا بنبقى أشد أحزننا وفي ناس حوالينا حصل لهم ظروف وبتاع بنسافر مع أهلنا ومنسافر مع أصلاحنا عشان ليه الأجازة بتاعتنا وقد كده تلاقي اللي قطع فيه قاعد على البحر هو أصلا يعني يا جماعة يعني إحنا ليه بنقعد نجلت كده النهاردة عيد ميلاد محمد صلاح قام أنا برح قلت له كل ساونتايب كنت بالليل وبعد الساعة 12 بصراحة قلت له كل ساونتايب اللي هو لا في حاجات تلك عارفت اللي هو بمسك في حاجات لا لا ما تسمعش للناس دي أكتب الناس دي مريضة إيه اللي قادع البحر إيه اللي بيدحك لأ أنا بكلمك على ناس ما عملتش زي اللي محمد صلاح انت عدت بسم الله ما شاء الله تعديلي اللي عيب الله هو أكبر عمله أنه أنت تحكي عمله أنا معك جوه عمله أقول الله أعلم شو ما ما شاء الله الله أعلم إنما الناس اللي بتجري تحتفل وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده إنت ما جبت إنت جايب جنف يعني إيه ده شوي إيه ده شوي آه من حقك تفرح إفرح ما تجيب جنف الزمالك إفرح ما تجيب جنف في الولاد أو إفرح فرحة برضو الرأسة دي أنا استفاز مهاجم يعني مش بهاجم طاهر لأ فيه سنس فيه سنس شوي إنما الراجل قاعد مع أسرته على البحر قاعد قاعد يفكر في البلاوة اللي بتحصل يعني وإحنا راجعينه ورا معنا يا كريم الراجل دي إحنا ظلمينه معنا النهار السنة دي هتضيع منه أحسن لها في أفريقيا يعني هتضيع منه لأن اللي كسب وصل كاسعالم سنغال وخد بطولة أفريقيا سنغال ما نيه فالناس دي مش بالعطيفة باللبناط فإحنا ضيعنا عليه حاجات كتيرة ومش زنب وأنا بقولها دايماً أقولها حظ الصلاح وحش اللاعف مع الجيل دا دا لو في الجيل مع اللي بتاع حسن شحاته يعني هارب يعد كان خد كل الألقاف بورا بعض على طول إنما حظه وحش إن وانا بقولك إن أغلبهم دلوقتي مش عايزين يلعبهم منتخب مصر مع الجيدة دا كريم أنا بكلمك على حقايق أنا مش عايزة هزة نفسه أكثر كده آه هيلعب بس الفترة دي إبعدوني بقى شوية إبعدوني بالقرف اللي بيحصل دا مرة الطيارة وحطوا صلطة هو الراجل دا ما قولناها دا هزهر الراجل دا محترف وديني وحطوا صلطة عالطيارة وراجل دا متعاقد مع شركاته ويقرفوه بتاعه وإنت بتتكبر عليكو يقبر عليكو إيه دا احتراف وهو مرة يقول لك أصلا ما بيقديش يقدي فين ما يتخلي الناس اللي حوليه تقدي المرح بالمناسبة كان نادر شوقي معي هادف هنا وقال لي حاجة حلوة قوية قال لي على فجأة احنا لسه ماستفدش من محمد صلاح ما ليه؟ احنا نتعلم محمد صلاح نقول لعيب كرة بس يعني ما نجيبش محمد صلاح دا ونقول له مثلا هو إيه اللي بيحصل في انجلترا؟ في التسويق؟ في النظام الدوري؟ في المدربين؟ يعني ما نجيبش محمد صلاح نتعلم معك مستشار مثلا؟ لا احنا بنروح نجيب له نالدنه ونديله دولارات وعندنا محمد صلاح يا محمد صلاح دا لا هيخد منك فلوس ولا بتاع لو راح الهرم لوحده لو راح هنا الهرم ما بيروح لوحده كده كده ما بيروح لوحده بس احنا ما بنهتمش إذا كان الراجل جاي من المطارة الكريم محدش قال له ازايك احنا باي احنا تايهين احنا بمفكرش ازاي نحسن من وضعنا يا جماعة اوحش منظومة مش عايزة تتعدل لغادي الوقت كل حاجة في مصر تعادل وكل حاجة والله هي ماشية زي الفل دلوقت إلا الكورة دا الفن دا عدل دا الفن والتمسيليات وبقى يعملوا تمسيليات والاختيار حسنوا من وضعهم الفن حتى احنا الحاجة الوحيدة اللي مش عايزة تتحسن وعملين نرجع لغرا هي الرياضة او الكورة عمتا الاهلي والزمالك يوم الحد شايف المبارد سفر سفر على طول كده على طول كده ما بص سفر سفر دي ليه لأن لا دا فائقة ولا دا فائقة وصيبك من نطش النهاردة ما تحسبش على استرم كومباني خالص فرقة الزمالك بس استرنا نعمل مباراة كبيرة قدام الزمالك الزمالك فاز بصعوبة فاكر هدف زي معاشر الزمالك وحش انت فاكر عن الزمالك كويس ما الزمالك مش شايف الزمالك فريم موظم مع كابتل عبد العائل يعني فرقة كويسة وفرقة محترمة وفيها لعيبة كويسة جدا بس المت معين حد معين اكتر من كده لأ هي كويسة مع المقصر كويسة مع سيراميكا موكة عافية انما اللعيبة ما عندهاش روح نواية يكسب أهل الزمالك مش موجود اذا كان مش عند بيرة ما تزجل مليارات فانت حتى يجل تحكم على استن في اخر الدور ازباب هبوط المنتخب مصر ان الاهل والزمالك وحشين والاسماعيلي وحش انت الاسماعيلي جاد فترة كان فيه اتنين حمص وحسني في المنتخب انبارح برجع السكواد تعمتش بتاع كوريا لعيب من الزمالك واحد وثلاثة من الاهل وثلاثة من الاهل اللي بلعبو ومش فايقين يعني النادي الاهل كنا فيه خمسة ستة والزمالك فيه اربعة وفي الملعب بيبقى مثلا حوالي سبعة وفي بيبقى واحد محترف ومعهم حسني عبدالرب ومعهم حم يعني فده التراجع اللعيبة ده فالماتش بتاع الاهل والزمالك ده هيبقى سيء جدا ان يعني بص اللعيبة ده فايقة ولا ده فايقة انا بقى بقولك الماتش ده هيبقى حلوة بس عارف هيبقى ماتش ده هيبقى حلوة نتيجة هيبقى أذكر عالي يعني بس تاكتك بقى وشغل فني في الملعب هتلاقي الماتش كهامش هيبقى حلوة مفتوح يعني رايح جاي هيبقى فيه اخضاء كتيرة تصوري لا 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 انا محبى ارميلك واحدة كده عشان نتقابل انا وانت تاني ماشي بس انا بقولك ان يعني الماتش ده هيبقى فيه اعداد كتير لا فريرا برضو مدرب مخضرم وسامي مدرب ممتاز وسامي من زمان مدرب كويس قوي بس انا بس بقى عايزة حايري مصطفى شوبير النهاردة حاجة محترمة بأمانة يعني ندج 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 ويريت ولسه ولسه بس يا ربي ياخد لانه مش هياخد وصعب ولسه صغير في بعض الناس تنتقل مصطفى شوبير للإسم انا عجبني اوي القرى اللي طلحها على مرتين دي وفي التالتة كمان ويريت الناس تفصل ما بين مصطفى شوبير وبين احمد شوبير يريت الناس تفصل ينسوا ان هو ابن احمد شوبير عشان الوقت دا يلعب لان لو فضل مربوط باحمد يعني احاديها بتقصى علي النمى انا شايفه ماشي في سكة كويسة صحيح كابتن محمد شرفته نوارتك هالعادة دايما بستمتح والله انت حبيبي والوقت بيتير معك يا ربي خليك يا كابتن محمد دايما اني قرارها على طول تفتكر بكرة فيه قرارات جامدة ولا زي كل مرة طرف فيها قضية الاهل شوك يا كابتن محمد شرفته نوارتك شوك يا كابتن محمد شبك بعد الفاصل امير عبد الحليم ومحمود دياء نتكلم شوية عن ما يحدث في كرة القدم العالمية خليكم موسيقى 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 موسيقى